نعم لا أسباب فعليا يبديها الاحتلال الإسرائيلي في منعين من الصحفيين الدوليين للمشاركة هناك معايير هو يضعها وهو يقيمها ومن ثم يقوم بمنع من يشاء لأن القوة في يده وهو المسيطر على مختلف الحدود التي تفصل الأراضي الفلسطينية عن بقية العالم في هذا اليوم ستصل مسيرة من خلال نقابة الصحفيين بمشاركة عضاء من اللجنة التنفيذية ورؤساء اتحادات دوليين كالاتحاد رئيس اتحاد الدولي للصحفيين في آسيا وفي إفريقيا وفي أوروبا وكذلك رئيس اتحاد الصحفيين العرب أيضا وغيرهم من المشاركين هناك حشودات عسكرية نشاهدها بصورة كبيرة جدا في هذه اللحظات عند هذا الحاجز على وجه التحديد تحسبا لوصول المسيرة وقمعها بشكل فعلي لأننا نشاهد بأن المركبات العسكرية الإسرائيلية وضعت تفسى على أهبة الاستعداد وأيضا استنفرت كل قوها الأمنية نقابة الصحفيين فعليا استنكرت قيام السلطات الإسرائيلية بعرقلة اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين والمؤتمر أيضا الدولي الذي سيعقد يوم غد تحت عنوان صحفيون في مرمى النيران من خلال منع دخول عدد من المشاركين من تم منعهم هو ناجي البغوري وهو عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين بالإضافة إلى الإعلام التونسي الهاشمي انويري مستشار اتحاد للصحفيين العرب والإعلام المغربي عبدالله البقالي ممثل الاتحاد العام للصحفيين العرب منع من دخول الأراضي الفلسطينية وكذلك منع كافة الصحفيين وأعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري للنقابة من السفر من غزة إلى رام الله للمشاركة في هذا الاجتماع الدولي النقابة رأت بأن ذلك يعتبر انتهاك جاسم وانتهاك واضح لحرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية خصوصا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أكثر من 700 انتهاك واعتداء وعمليات قتل للصحفيين سجلت منذ بداية العام حتى هذا اليوم الشهر الماضي لوعدي 84 انتهاك منها 26 إصابة بالرصاص الحي للصحفيين الفلسطينيين كان في أضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة كل هذه الأمور ربما تريد نقابة الصحفيين منها إصار رسالة بأنها لربما ملت من البيانات وملت من إرسال إحصائيات عن واقع الصحافة في الأراضي الفلسطينية وآثرت أن تتقدم بطلب للاتحاد دولي للصحفيين حتى يعقد مؤتمره المؤتمر لجرى التنفيذية هنا ومن ثم فعليا نجحت بذلك حتى توصل رسالة صريحة وواضحة لربما من المتوقع بعد وصول الصحفيين إلى هذه المنطقة أن يتم قمع مباشرة قبيلة أن يصلوا إلى هذا الحاجز الذي يفصل مدينة القدس عن وسط الضفة الغربية وعلى وجه التحديد عن مدينة رمالة نعم ولكن المؤتمر قائم في موعده بالغد بمن يحضر؟ هذا بالفعل المؤتمر سيكون يوم غد قائم وسيستمر حتى لمدة يومين سيخرج بتوصيات وسيخرج بنتائج ملموسة على الأرض كيف يتم المطالبة أو آلية المطالبة الدولية لحماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات من خلال الاعتقال، الضرب، منع التغطية، حجب صورة وأيضا عمليات القتل الممنهج والتهديد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في مختلف الأراضي الفلسطينية هذا المؤتمر على أهميته إلا أنه سيوصل رسالة واضحة إلى كل الاتحادات الدولية للصحافة بأن الصحفي الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة جدا ليس كمثلها شبيه في العالم لاستمرارها على سنوات طويلة يستمر الاعتداء على الصحفيين لذلك هذا المؤتمر يصفه القائمون عليه بأنه مهم للغاية وهو يأتي للمرة الأولى بأن تقوم لجنة تنفيذية لاتحاد الصحفيين الدوليين بعقد المؤتمر السنوي لهم في الأراضي الفلسطينية حشية مراسل الغد من شمال القدس المحتلة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر